بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام عليكم ورحمة الله العالمين سنة عظيمة جدا لا يعلمها كثير من الناس ومن علامات الساعة اندثار العلم وانتشار الجهل ولا حول علاقوة إلا بالله قراءة خواتيم آل عمران العشر أواخر من سورة آل عمران لها ثواب عظيم جدا وجاء في الحديث ألازم فيه بعض الضعف ولكن معناه صحيح وسأقول لحضراتكم الأدلة من السنة النبوية على صحية هذا الحديث يعني أصنع ابن عفان رضانان ومن قرأ خواتيم سورة آل عمران أو العشر آيات الأخير من سورة آل عمران كانت له بقيام ليلة كاملة ليه لماذا من أول ولله ملك السماوات والأرض والله على كل شيء قدير إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات الليؤل الألباب الذين يتكونوا الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقين عذاب النار ربنا أنك من تدخل النار وما للظالمين من أنصار ربنا إننا سمعنا مناديا ولادي لإيماني إلى آخر آيات آيات سمع آيات التفكر في الله سبحانه وتعالى لذلك لما نزلت هذه الآيات قال رسول صلى الله عليه وسلم في الحديث نزلت علي الليلة آيات من لم يقرأها ويتفكر فيها فويل لمن لم يقرأها ويتفكر فيها لذلك جاء في تفسير هذه الآيات هذه الآيات نزلت تسليحة للرسول صلى الله عليه وسلم لأن الكفار كانوا أصحاب مال وأصحاب جاه ونفوذ وعبيد لذلك قال الله سبحانه وتعالى الرسول صلى الله عليه وسلم لا يغرك تقلب الذين كفروا في البلاد متاعهم قليل ثم مأواهم جهنة وبإسم المهات لكن الذين اتقوا ربهم لهم جنات تجرب ففيها أولا فيها التفكر في خلق الله وآيات خلق الله سبحانه وتعالى ودي عبادة قلبية لها ثباب عظيم جدا جاء عبدالله بن عباس وعبدالله بن مسعود وعبدالله عنهم قالوا تفكروا ساعة خيروا من قيام ليلة وجاء أيضا كما ذكر المفسرون تفكروا ساعة خيروا من قيام سنة يعني في اللي قاعدت تتفكر في خلق الله سبحانه وتعالى في السماوات في النجوم في الشمس ترعت بره وقاعدت تبص على الشمس والنجوم وتتأمل وتتسبح الله سبحانه وتعالى في إبداعي في خلقي ساعة أفضل من أنت تقديم ليلة بحالة في السواب إبادة إبادة تبقالبية وأنت قاعد فمن هنا جاء سواب قراءة الآيات الأخيرة من آله عمران التي غافلة عنها الكثير من الناس لذلك رصاصاً أهم وديبين أدلة السنة فده الأدلة قال الصحابة في أن هذه الآيات فيها فيها التفكر في خلق الله وأن التفكر في آيات الله سبحانه وتعالى عظيم جدا فده الدليل الأول على عظم هذه الآيات وأنها فعلاً تجيب تديك قيام الليلة بحالها لأن فيها آيات التي تشير إلى العبادة القلبية التي تعطيك سواباً عظيماً جداً أو الدليل الثاني أن رسول صلى الله عليه وسلم كان عندما يستيقظ ليلاً ليصل لقيام الليل كان لازم يقرأ حتماً يقرأ هذه الآيات عشر تعطيك دفعة قوية جداً تعطيك دفعة قوية جداً لقيام الليل ورصات الفجر في المسجد لذلك لو أنت عايز تقومي الليل وعايز تصلي الفجر في الجامعة تقرأ العشر آيات الأخيرة من سورة آل عمران فيها سواب عظيم جداً فده الدليل الثاني على السواب العظيم لقواتيم آل عمران العشر آيات الأخيرة من آل عمران دليل الثالث رب الله سبحانه وتعالى سمى سورة البقرة وصورة آل عمران الزهراوان اقرأوا الزهراوان أو السراجان المنيران فإنهما يأتيان يوم القيامة كغيابتان أو كغمامتان أو كطيران صواف يحاجان عن صاحبهما يعني سورتين دون حيجوا يضافوا عنك ويحجوا عنك قوم القيامة ويدفعهم كالعذب حيجوا مع بعض وحيجوا الاثنين كطيران صواف طيب سكت خواتيم سورة البقرة كما قلت في لقاءة سابقة بالقيام الليلة بحالها وده قال جمهور العلماء لأنه هناك حديث صحيح عن عبد الله بن مسعود من قرأ خواتيم سورة البقرة في ليلة كفتاه قيام الليل وإنه قلت في الفيديو سابق بعض العلماء قال كانوا قرأ القرآن كله طول الليل وبعض العلماء قال يخطب ويأخذ من الصواب على الصواب عظم جدا 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 ليغني عن أي شيء وبعض العلماء قالوا ويأخذ كامل الليلة بحالها وده أرجح الأقوال لأنه قال قول عبد الله بن مسعود من قرأ خواتيم سورة البقرة اللي هي الآيةين الأخيرتين آمن رسوله بما أنزل آيهم ربه المؤمنون إلى آخر كفتاه قيام الليل فإذا كان هذا حال خواتيم سورة البقرة يبدأ يقاول حديث لأن سورة البقرة سورة أرامران يكاد أن يكون في ميزان واحد لأنها سأتيان يوم القيامة الاثنين مع بعض سيأتي كغيابتان أو كغيابتان أو كطيران صواف يحجان عنك ويزلانك من حرارة الشمس ويحجان عنك وإذا كان الاثنين بسمه زهروان أو سراج المينار وإذا كان الاثنين البقرة الأول بعد أن أقال عمران إذا كانت خواتيم سورة البقرة لهذا الفضل العظيم يبقى إذا يستأنس به أن خواتيم أقال عمران أيضا لها الفضل العظيم أول حاجة آيات التفكر في الله ولها فضل عظيم ثانية حاجة موظفة الرسول صلى الله عليه وسلم لقراءاتها كل ليلة وموظفة الصحاب الرضاين عنهم لقراءاتها الحاجة التالتة حديث سيدنا عصمال بن عفان رضا الله عنه وهو من خلفاء الرشيدين المهديين أصحاب العلم الجغزير جدا جدا الرسول عليه السلام قالوا عليكم بسنتي وسنت الخلفاء الرشيدين فكل هذا يقوي هذا الحديث ويؤكد لنا بإذن الله أن قراءة خواتيم أقال عمران بقيام ليلة بحالها يبقى نعمل إيه أقرأ خواتيم صورة البقرة بقى نرأة خواتيم صورة ألي عمران سواء كنت بتصلي النفل أو حتى لو أنت قاعد محتسبا للأجر مخلصا للنية أن ربنا يديك قيام ليلة بحالها عن صورة البقرة وقيم الليلة بحالها عن صورة ألي عمران بحتاخد قيام ليلتين كاملتين كي أنك وقفت عليك من بعد المغرب لغاية للفجر لم تفطر عن الصلاة لحظة واحدة تمت ساعات أو عشر ساعات لم تفطر على الصلاة لحظة ساعات واحدة والنية عليها معاول كبير جدا 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 للنية أنت بتبقى عارف الأجر إيه وبتعمل العمل ده عشان تحصل هذا الأجر سيد عبر وخطاب قال في حديث في حديث صحيح مرفوع عن الرسول صلى الله عليه وسلم إن عمل عملا يحتسب أجرها عند الله فهو حسبة الله عند الله عمل عملا يحتسب أجرها عند الله يبقى أنت يعني تحتسب أجراه عن الله يبقى أنت عارف الزوايا وتعمل أجر متشوق وتصوأ إلى العمل وتشوق إلى الأجر المحتسب إلى هذا الأجر إذا أنت محتسب عن ربنا nggak Therefore لازم ربنا الدقي محتسب ل точة لن نعمل المعمل أحتسب أجراه عند الله فهو حسبة الله عند الله أي مدخر الله أي عند الله كما شاء أو كما أراض أو كما نواء طبعا استنادا الأدلة بشأن نформ depicts كما نواء فالنية أعمالهم بينانية أعمالهم بهيمية كما قالوا علماء لذلك يبقى ده يعني ده أدلة تتقوي بإذن الله جدا أن خواتيم آل عمران لهذا الصواب العظيم فالواحد ما ينمشي أبدا إلى ما يقرأ خواتيم صورة البقرة وخواتيم آل عمران تكتب لك لقيام ليلتين كاملتين كي أنك واقف على لجليك من بعد المغرب لغاية أن تفجر 8 ساعة أو 10 ساعة لم تفتر على الصلاة حسنة وحزة إنسان يعمل أعمال نسيرة وحصل بها صوابا عظيما ففعلا اللي ما بيقراش خواتيم البقرة وخواتيم آل عمران بيخسر كبير جدا جدا لأن إحنا قلنا فيها آيات التفكّف في خلق الله وده صواب عظيم جدا وده سنة ثابتة عن رسوله السلام رسوله السلام كان يقرأ خواتيم آل عمران هو الصحابة رضياء عنهم عند قيام الليل بالليل فأريد كل سماعني دلوقتي وده سنة مهجورة لا يعلمها كثير من الناس أحيى سنة قد ماتت أحيى الله قلبه ويأما تموت القلوب كما قال أصواله في الحديث فأريد كلنا وأن الفقه أنك تعمل أعمال نسيرة تحصل بها صوابا عظيما ده منتهى الفقه فأريد تنشروا هذا الفيديو وتنشروا هذا كلام ونحكت بهذا كلام تحت الفيديو تنشروا على الموقع التواصل اقتماعي تنشروا هذا العمل في صوابا عظيم وتنسوش تفعيل الجرس والاشتراك في القناة ليصلاكم كل جديد وللساعدون يعني نرشي سنة النبوية سنة النبوية أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم